ترجمة نانسي قنقر اكتضت تلاجات الموتى فيها بعدد كبير جدا من الجوتة إذن كما تشاهدون الآن جهاز الهلال الأحمر والإسعاف والطواري يقومون بانتشال الجوتة من إحدى الحاويات المجاورة لمستشفى طرهونة ويتم تحويلها ووضعها في أكياس خاصة جاهزة للهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطواري حقيقة هناك جوتة كما تشاهدون أيضا يتم نقلها في سيارات الإسعاف المجهزة بثلاجات خاصة لإيصالها إلى العاصمة طرابوس حتى يتم التعرف بعد ذلك على هوية أصحاب هذه الجوتة الموجودة داخل المستشفى كما ذكرت هناك رائحة قوية جدا بسبب تعفن هذه الجوتة لأنها كانت مرمية في ممرات المستشفى خارج التلاجات نظرا للعدد الكبير من الجوتة التي تركتها الميليشيات التي كانت تسيطر على مستشفى طرهونة ولادت بالفرار لتبقى لعدة أيام كما ذكرت بدون تهوية وبدون تلاجات حتى هذا اليوم واليوم الثالث لانتشال الجوتة كما تشاهدون في مستشفى طرهونة شكرا للمشاهدة